يتسابق مشاهير وأثرياء العالم فيما بينهم لإقامة أغلى وأفخم حفلات الزفاف في العالم لكي يظهر الثراء الذي يعيشون فيه وهنا قائمة أغلى وأفخم عشر حفلات الزفاف في العالم عشر إليزابيث هيرلي والثري واروينانيار تكلفة الحفل اثنان مليون دولار كان هذا الزفاف الذي أقيم في عام 2007 خرافيا ويزمعين بين الحضارة الأوروبية والأسيوية تمت مراسم الزفاف في الهندي بعد أن أقيم حفل كبير في قصر سودلي في بريطانيا وقد تكلف تأمين طائرات الضيوف الخاصة حوالي 300 ألف دولار وأماكن إقامتهم حوالي 100 ألف دولار تسعة شيلسي كيلينتون ومارك مافينسكي تكلفة الحفل خمس مليون دولار زفاف نجله الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كيلينتون عام 2010 حيث تكلف فقط تأمين الحفل أكثر من مليون دولار وتم حضر تحليق طائرات أعلى الحفل الذي كان متلأ بلورود المطاعمة باللؤلؤ وكان فستان العروس من الحريري بينما تكلفت كعكة الحفل حوالي 15 ألف دولار ثماني كين كارديشيان ولاعب كرة السلة كريس هامفريس تكلفة الحفل 10 مليون دولار أقيم الحفل في عام 2011 في ضيعة خاصة بمدينة مونيسيتو وقد طغى على الدكورات والملابس اللونين العاجية والأبيضة وقد ارتدت العروس فستانا عاجيا بلا أكمام ومزين بذيل طويل يشبه فستان الأميرات في القصص الخيالية وكانت تضع تاجا مرصعا بالمجوهرات ورغم تكلفة الحفل التي بلغت 10 ملايين دولار لم يدوم هذا الزواج أكثر من 72 يوم فقط سبعة أمير بوروناي المهتدي بلا تكلفة الحفل 11 مليون دولار كان حفل زفاف الأمير المهتدي بلا وزوجته سارة صالح التي لم تكن تجاوزت 17 عاما ليلة زفافها أحد أغلى حفلات الزفاف في عام 2004 حيث تم دعوة 2000 شخصية رسمية للحفل ستة أمير إسبانيا فيليب ويليتيزيا تكلفة الحفل 20 مليون دولار كلف حفل زفاف الأمير فيليب في عام 2004 حوالي 20 مليون دولار من بينهم مليون دولار للزهور والورود فقط وقد حرس الحفل الملاكية 18 ألف زندي وأهدى الأمير عروسه خلال الحفل 13 عملة ذهبية كجزء من التقاليد الملاكية هناك خمسة الأمير ويليام وكاثرين ميدلتون تكلفة الحفل 34 مليون دولار أقيم عام 2011 حفل الزفاف الأسطوري في قاعة ويستمنستر في لندن وقد حضر الحفل 1900 ضيف بينما تابع مراسم إجراءات الزواج الملاكي حوالي 2 مليار شخص من جميع أنحاء العالم عبر الشاشات وبلغ سعر أزهار الزفاف فقط 800 ألف دولار وقد بلغ سعر كعكة الزفاف 80 ألف دولار بالإضافة إلى تكلف نقل عدد لا يستهان به من المدعوين سواء من الملوك أو المشاهير بينما ارتدت العروس فستان زفاف بلغت تكلفته نصف مليون دولار أربع الأميرة ديانا والأميرة شارلز تكلفة الحفل 48 مليون دولار حظي حفل الزفاف الذي أطلق عليه زفاف القرن في عام 1981 بمتابعة عالمية ضخمة وقد كلف 48 مليون دولار فقد كانت ديانا ترتدي فستانا من الدانتل العاجي العتيقي يحتوي على 10 ألاف لؤلؤة والفستان بأكمله معطر باء هوس أوفي هيجان وهو من أقدم العطور الفرنسية وقد بلغ عدد متابع الحفل أكثر من 750 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم وقد أعطت السلطات الإنجليزية عطلة رسمية يوم الزفاف في بريطانيا للاحتفال بهذا اليوم ثلاثة ابنة الملياردير لاكشيمي ميتال تكلفة الحفل 78 مليون دولار هذا الزفاف الهندي الأسطوري ضم أكثر من ألف مدعو تمتع بإقامة مجانية لمدة خمسة أيام للمشاركة في عقد قران ابنة أحد أغنى رجال آسيا على الإطلاق وتصدر الزفاف لائحة أغلى الزفافات في مجلة فوربس بعد أن وصلت التكلفة إلى 78 مليون دولار وجرت مراسم الزفاف في قصر فرساي على مدى خمسة أيام متواصلة وقد تلقى المدعون دعوة من عشر صفحة في إطار من الفضة لحضور حفل الزفاف اثنان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب والشيخة هندي تكلفة الحفل 100 مليون دولار وفيه تم بناء مدرج ضخم خصيصا لحفل الزفاف كيسع جميع الضيوف البالغ عددهم عشرون ألف شخص وقد استمر الحفل لمدة سبع أيام متواصلة وشمل حفل الزفاف استعراض الخيول وركوب الجمال بالإضافة إلى عرض ألعاب جوية من قبل السلاح الجوية واحد سلطنة بروناي الأسطوري تكلفة الحفل 300 مليون دولار عقد قران الأمير عبد الملك على عروسه دايان جاكو بحضور حشد كبير من العائلة والشخصيات الأجنبية الهمة في عام 2015 وحصل كل مدعون في هذا الحفل على ساعة مرصعة بالألماس كهدية في هذا الحفل الأسطوري وأقيمت مراسم الزفاف على مدى 11 يوم وضعت خلالها دولة بروني تعريفا جديدا للفخامة وحفلات الزفاف الأسطوري حيث أقيم الحفل في قاعة العرش المذهبة وارتدى العروسان ملابس من الذهب المرصع بالألماس وكان حذاء العروس من تصميم المصمم الفرنسي كريستان لبوتين وكان مرصعا بالألماس وتقدر قيمته بعدة ملايين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب وشاركونا رأيكم بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة